اتحاد الكرة اليوم أصدر بيان حول اجتماعه بمارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام بيان يبدو هادئا ولكنه في نفس الوقت يكشف العلاقة بين اتحاد الكرة وخبير التحكيم الأجنبي بين سطور البيان تساؤلات حول أخطاء التحكيم وعدم تسعيد حكام شباب وإضافة أعضاء جدد للجنة الحكام الأمر اللي كان بيرفضه كلاتنبرج أخطاء التحكيم ما زالت كثيرة في الدور المصري والسؤال هل هي أخطاء يتحملها كلاتنبرج واحده أم هي مورسات سنوات من أخطاء في ملف التحكيم المصري يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة اليوم أصدر اتحاد الكرة بيانا حول اجتماعه بمارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام بيان يبدو أنه مكتوب بحرفية كبيرة وزكية بين سطور هذا البيان كثير من الكلام كثير من الكواليس هقول لكم الكواليس بس الأهم تعالوا نقرأ البيان تعالوا نفكر في البيان وقبل ما أقرأ البيان أول ملحوظة أول ملحوظة اتحاد الكرة عنده عدد من اللجان صح كده؟ صح هل اتحاد الكرة مجلس إدارة اتحاد الكرة لما بيجتمع مع لجنة من اللجان مع رئيس لجنة من اللجان بيصدر بيان ما بيحصلش ما بيحصلش طب ليه أصدر بيان باجتماعه مع رئيس لجنة الحكام مارك كلاتنبرج هذه أول ملحوظة لما تيجي تصدر بيان بالاجتماع أنت عايز تقول إيه؟ أنا يا جماعة شايف مشاكل اللي حضراتكم شايفينها وأنا طالع بقول وبضم صوت لصوتكم من الآخر اتحاد الكرة بيقول إيه؟ أنا بضم صوت لصوت الأندية اللي بتعترض وشايفين إن فيه أخطاء يعني من الآخر أنا مليش دعوة بمارك كلاتنبرج من الآخر أنا اتحاد الكرة أنا جيبت لكم واحد أجنبي وبالمناسبة قبل ما أخش معاكم في تحليل البيان بالمناسبة يعني مارك كلاتنبرج اتحاد الكرة جايبه مش بس عشان هو خبير أجنبي هو جايبه عشان لما يبقى نادي بيتكلم ويقول لك أصل فيه أخطاء حكام وأصل فيه مشاكل في التحكيم وأصل فيه خسرت مطش بسبب خطأ تحكيمي فالتحاد الكرة يتلعيه أنا مليش دعوة أنا جيبت لكم واحد أجنبي من الآخر يعني اللي هو إيه؟ أنا مليش دعوة تعالوا نقرأ البيان وتعالوا نقدوا زي ما بقولوا إيه؟ جملة 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 وهو تفكر فيها زي ما أنت عايز تعالوا نشوف خليك معايا بقى خليك معايا اجتمع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام لمناقشة جميع الأمور المتعلقة بملف التحكيم المصري وتناولت الجلسة جميع الأمور المتعلقة بالتحكيم في مختلف درجات المسابقات المصرية وقبلغ مجلس إدارة اتحاد الكرة كلاتنبرج بشكاوى الأندية بخصوص مستوى التحكيم في مباليات الأسابيع الأخيرة أول جملة في البيان تخليك تقول وتفكر معايا اللي كنت لسه بقول لحضراتك بلوقتي اللي هو إيه؟ اللي هو فيه أخطاء في التحكيم اتحاد الكرة بينقلها يعني اتحاد الكرة شايف إن فيه أخطاء وشايف مين المسؤول عنها رئيس لجنة الحكام أنا مليش دعوة أنا مليش دعوة أنا جبت لكم رئيس لجنة الحكام عجل نبي فأقول لواحدة إيه؟ أنا براءة تحاد الكرة عايزة يطلع بالبيان دوت نفسه أنا براءة مليش دعوة نشوف اللي بعد أيضا والسعي اللي تلافي تلك الأخطاء خلال المرحلة المقبلة خاصة أن التعاقد مع الحكم الإنجليزي الدولي السابق تم من أجل الاستعانة بخبراته للنهوض بالتحكيم المصري ورفع مستوى فكز كده معي فكز معي قال لك إيه؟ خاصة وأن التعاقد مع الحكم الإنجليزي الدولي السابق أنا جبت لكم حكم إنجليزي دولي سابق ليه؟ عشان نستفيد بقى من خبراتك للنهوض بالتحكيم المصري ورفع مستوى لحد دلوقتي مش شايفين نهوض بالتحكيم المصري ولا رفع في مستوى التحكيم المصري وخذ لبالك يا عمك لاتنبرج ده الاتحاد الكرة عايز يقول ناخد اللي بعد وأكدك لاتنبرج خلال الجلسة أن لجنة الحكام تصحح أخطاء التحكيم أولا بأول وأضاف أن الأخطاء التي حدثت لم تكن مؤثرة كما أن الفيديو الإسبوعي الذي يقدمه يستعرض بوضوح جميع الحالات التحكيمية البارزة وأبلغ المجلس أنه سيجتمع بالحكام خلال الساعات المقبلة من أجل مناقشة الحالات الخاصة بالإسبوع الماضي ده معناه إيه؟ معناه أن كلااتنبرج النهاردة في القعدة كان في قعد الدفاع عن نفسه أنا الأخطاء اللي بتحصل بصلحها أو برجعها مع الحكام وبعمل فيديو بينزل عندكم على السوشيال ميديا بقول فيها الأخطاء وبصراحة بالمناسبة مناسبة الفيديو ده أنا مختلف معاه جميلة وتفصيلا أنا مش عايز أنا رئيس لاجل الحكام يطلع يقول لي آه دي خطأ ودي صح أنا عايز رئيس لاجل الحكام ما يطلعش ويصلح الأخطاء هعمل إيه أنا لما رئيس لاجل الحكام أمكلم أنا نادي سين أو صاد طالع يقول لي آه أنت كان ليك دار بالجزاء آه أنت كان ليك فاول آه أنت كان ليك جول ما تحسبشش عشان تسلل أنا مهلا أنا أنا كنادي استفدت إيه مش عايز كده أنا عايز الأخطاء تتصلح يعني أو تقل خلينا نقول بشكل ومنطق الأخطاء تقل مش هتتلافق بس تقل دي بعض وأكد كلاتنبرج أن أخطاء التحكيم تحدث في جميع دول العالم دي عارفينها وخلال الجلسة وعد كلاتنبرج بتصايد عدد من الحكام الشباب وشدد على أنهم سيمثلون أمل التحكيم المصري في النسخة المقبلة لكأس العالم ده واضح جدا أنه كان الانتقادات في الفترة الأخيرة من الناس اللي كانت بتحكم قبل كده من الناس اللي كانت بتدير قبل كده لاجل الحكام كانوا بينتقدوا كلاتنبرج في إيه طب فين الحكام الشباب طب أنت لم تطلعتش حكام جدد طب أنت بش المفوض جاي تطور فأنت المفوض يبقى في حكام جدد فواضح أن ده كان طلب من اتحاد الكرة ويبدو أن كلاتنبرج وافق عليه وقال لهم أيوة هصاعد شباب عشان يبقى أمل مصر في كأس العالم في المستقبل هل كلاتنبرج كان مستنين ان اتحاد الكرة يقوله كده ماشي ناخد اللي بعد بدور وعد مجلس إدارة التحدي المصري لكرة القدم كلاتنبرج بتقديم كامل الدعم وتوفير جميع احتياجات التحكيم كما أوضح المجلس أن لجنة الحكام قد تشهد كما أوضح المجلس أن لجنة الحكام قد تشهد إضافة بعض العناصر خلال الساعات المقبلة من خارج اللجنة دي برضو من الحاجات اللي كان يلام عليها كلاتنبرج من اتحاد الكرة ومن المتابعين أنه لجنة الحكام ما فيهاش العناصر الكافية أو العناصر اللي فيها خبرات كبيرة وكان كلاتنبرج بيعترض على إضافة عناصر جديدة النهاردة اتحاد الكرة قال له ايه من الآخر من الآخر هنضيف عناصر جديدة هنضيف عناصر جديدة ده مش بمزاج كلاتنبرج يعني مش كلاتنبرج اللي عايز كده لا لاتحاد الكرة اللي فارد على كلاتنبرج هذا الأمر وأول الحاجات دي أو ده خبرنا هنا كمان في رقم عشرة أنه كابتن محمد فاروق سيعين في لجنة الحكام كنائب لرئيس لجنة الحكام ليه ليه عشان الكلام على أنه كلاتنبرج خلال القعدة قال لاتحاد الكرة مش أنا اللي بعين الحكام مش أنا اللي بختار أسماء الحكام اللي بيختار اللي موجود في اللجنة أنا بس دوري أطور الحكام أطور الحكام فقالوا طيب خلص هنجيب لك حد حد نصرك فيه ويبقى مسؤول كبير وحاكم دولي كبير فهنجيب لك كابتن محمد فاروق يبقى نائب رئيس اللجنة ويختص بهذا الأمر تعالوا أقول لكم كواليس الأعبة كواليس الجلسة إيه اللي حصل مش موجودة معنا مش طيب أنا هقول لكم أستاذ خالد درندلي الأستاذ إيهاب الكومي والأستاذ محمد أبل وفا هما أو هم أكثر أو أبرز المعترضين على أداء كلاتنبرج في لجنة الحكام وهم اللي طلبوا عقد هذه الجلسة الطارئة والعاجلة مع كلاتنبرج اليوم رغم أنه وصل بس مبارح من أجازة الكريسماس وده بسبب كسرة شكاوى الأندية من أخطاء التحكيم كمان هناك بعض الوقائع اللي بيستند إليها المجلس في جلسة المصارحة اللي كانت معك لاتنبرج النهاردة مثل تعيين نفس الحكم في مباراتين متتاليتين لفريق النصر بالقسم الثاني بجانب أخطاء الحكام في مباريات الدوري الممتاز تحديداً هدف مبارات الداخلية والزمالي الزمالي كلموا عن هذا الأمر كثيراً اليوم كلموا كمان أو كلاتنبرج بقى لكتبس أقول لحضراتكم بالنسبة للتعينات تعينات الحكام كلاتنبرج قال أنه مش هو المسؤول الأول عن التعينات بقدر تركيزه على الجانب الفني لتطوير الحكام عشان كده زي ما قلت لكم المجلس قرر تعيين الكابتن محمد فاروق في اللجنة كان نائب لرئيس اللجنة في الفترة القادمة ده من الكواليس كواليس الاجتماع النهاردة كابتن فاروق زي ما قلت لكم خلاص هيبقى النائب نائب رئيس اللجنة وده الوضع دي الحكاية دي الحكاية بالنسبة لاجتماع كلاتنبرج النهاردة مع اتحاد المصري لكرة القدم عايزين رأيي بلاش رأي عايزين توقعي الحكاية دي مش هتكمل على خير مش هتكمل عارف انت اللي هو ايه في اتحاد الكرة مش مبسوطين من كلاتنبرج ده قولا واحدا صريحا واضحا مش مبسوطين من كلاتنبرج مش مبسوطين من اجازات كتيرة مش مبسوطين انه الراجل يعني ما عملش هو زي المعلوماتنا يعني هم شايفين انه هو ما عملش اختلاف كبير عن اللي قابليه ما عملش ما عملش حاجة جديدة واضافة احنا بس فكرة احنا دينا واحد اجنبي بدل واحد مصري بس ايه الاجنبي اضاف هو بصراحة شديدة عشان يبقى امين انا من اكتر الناس وحتى هذه اللحظة بالمناصرين لفكرة انه كلاتنبرج يكمل تجربته جدا احنا ما استفناش من اللي قابليه وكانت المشاكل كبيرة وعظيمة ووضحة وكلاتنبرج عشان برضو نبقى اكثر امانة هو مستلم مراس في منتهى الصعوبة لجنة التحكيم اسرة التحكيم زي ما بيطلقوا عليها كده مليان عوار ومشاكل وازمات متوقمة لسنوات عشان نطلب من كلاتنبرج السحر زي ما بنطلب بالزبط من المدير الفني اجنبي انه يجي مثلا على فريق مهالهل او منتخم مهالهل ونيجي نقول له ايه لا كسمنا كاس العالم مفيش الكلام ده عشان هو اجنبي مفيش كل صام تبقاش كده بس برضو نفس اللي بنقوله على المدرب الاجنبي اديني بقى امارات يعني اديني امارات اطلع اقول اجماعة كلاتنبرج هيفرق معنا جدا اجماعة كلاتنبرج ده في المستقبل هيبقى مؤثر بس دوله فرصة يعني برضو محتاجين الامارات دي عشان ندعم الفكر ندعمها ونسندها ونقف قدام اللي بيحاول يقف قدامها بس امارات بس لحد الوقتي بصراحة شديدة الاخطاء هي هي عددها هي هي مفيش فعلا حكام بوجوه جديدة ظهرت وكسرت الدنيا يعني قالت ان حكام يعني ينفعه يبقى للمستقبل حاجة عظيمة مفيش مفيش حاجة واضحة لا للأندية ولا للجماهير تقول انه فيه تغيير كده كده هيفضل اعتراضات الاندية على التحكيم موجودة هتفضل اعتراضات الجماهير اكيد موجودة على التحكيم اكيد ده بيحصل في العالم كله هيفضل يحصل لحد ما يخله الحكم الحكم البنيادم ده مش موجود ويشتغله الالكتروني هيفضل فيه فيه اعتراضات على حكم حكم ملوش جماهدية واي فريق بيخسر اول حاجة بتيجي في باله اما كان ليا رمي التماس كده كده فيه مبرر هو الحكم فكده كده هيفضل الموضوع مقرر بس نقلل الاخطاء نقللها ونشوف سبل التطوير عشان تبقى الامور افضل الفترة اللي جاي لسه مع اتحاد الكرة وتم تأجيل الاجتماع الجمعية العالمية للتحاد الكرة لعدم اجتمال النصاب القانوني وده الوضع حاليا تعالوا نشوف تفاصيل تأجيل هذا الاجتماع يلا بينا لا دي الميزانية بقى خلاص اللاجنة خلاص اللاجنة خلاص ابتكلم على الجمعية العالمية تعجلت خلاص دي الميزانية بتاعت اتحاد الكرة شهد قائمة الاراضات الخاصة بالميزانية ارتفاعا في عام 2022 عما كانت عليه في عام 2021 وذلك بمقدار 174 مليون جنيه تقريبا حيث اصبحت 315 مليون بعدما كانت 181 مليون جنيه في العام المال حلو يعني ده معناه ايه معناه ان الاراضات زادت تعال نشوف اللي بعد على الجانب الاخر ارتفعت المصروفات بمقدار 132 مليون جنيه بقبعا اصبحت ميزات عن 251 مليون جنيه بعدما كانت 119 مليون جنيه يعني تقريبا زيدة حوالي 132 مليون جنيه في ميزانية 2021 زيادة 132 مليون جنيه مصروفات ماشي يا انت كسبت او دخلت لك اراضات كتيرة بس صرفت كتير مكافيات المنتخب الاول كشفت الميزانية عن عدم منح لعبي المنتخب الاول اي مكافيات مالية بينما تم منح لعبي منتخب الكرة الخماسية 22000 جنيه و57000 لمنتخب الكرة الشاطئية المنتخب الاول اللي وصل لنهاية كأس الاومال الافريقية المنتخب الاول اللي وصل لاخر مرحلة في التصفيات النهائية المؤهلة الكأس العالم ما تصراف لوش جنيه وقلت لكم قبل كده ندعيب المنتخب مستقين جدا من هذا الامر جدا نكم مصروفات المنتخب الاول وباقي المنتخبات والاكاديميات اوضحة الميزانية ان مصروفات المنتخب الاول في 30 يونيو 2022 شهد ترفاعا يصل الى نحو 15 مليون جنيه بزيادة عن مصروفات العام الماضي والتي كانت نحو 89 مليون جنيه يعني انت صرفت كتير كمان على المنتخب فصرفت فمش تدي مكافئات اللي بعضه شهدت مصروفات النشاط الرياضي الخاص بكل المنتخبات والاكاديميات بالاضافة الى مصروفات الدول المصري وكأس مصر والدرجة الاولى والثانية الوصول الى مبلغ 198 مليون جنيه اللي بعضه حصل اتحاد الكرة على 46 779 مليون جنيه من اعانات الاتحادين الدولي والافريكا الكرة القدم فيفا وكاف بواقع 37 48 مليون جنيه من فيفا و9 35 مليون جنيه من كاف اوضحت ميزانية اتحاد الكرة وصول المديونات على الاندية لصالح الاتحاد مبلغ 166 مليون جنيه فاصل 7 35 مليون جنيه وتصدر اندية الجيزة هذه القائمة ب62 مليون جنيه وليها اندية سكندرية ومطروح ب34 مليون جنيه وما يقرب من 22 مليون جنيه على اندية القاهرة مرتبات موظف الاتحاد اوضحت الميزانية انها تم رصد مرتبات لموظف الاتحاد بلغت نحو 13.9 مليون جنيه في حين تم منح مكفاءات للعملين وصلت الى 5 في حين تم منح مكفاءات للعملين في اتحاد القرى وصلت الى 5.7 مليون جنيه بجانب 757 الفا كمكفاءات نهاية خدمة لموظفين انتهت مدة عملهم اكيد الميزانية دا بتتراجع من الجامعية العمومية بس رقم ملفت يعني مكفاءات العاملين 5.7 مليون جنيه معرفش يعني لا ادر انتقد ولا برضو ادر اقول انه ده صح بس اكيد الجامعية العمومية هتراجع هذا الامر ممكن تبقى مكفاءات طبعا مستحقة وارد يعني عشان برضو ايه مظلمش حد طيب بس رقم ملفت يعني لفتني وانا بقى راضي الوقت مرتبات موظف الاتحاد واصلت اجمال المصروفات التي تم رصدها 36.5 مليون جنيه في ارتفاع عن العام الماضي والتي كانت 27.45 مليون جنيه يعني زيادة تقريبا 9 مليون جنيه مرتبات مرتبات المستشارين واعضاء اللجان اوضحت الميزانية ان الرواتب والمكافئات الخاصة باعضاء اللجان والمستشارين وصلت لما يقرب من 5 ملايين جنيه بتراجع نحو مليون جنيه عن العام الماضي والتي كانت فيها 7.244 مليون جنيه كما تم تزديد 20 مليون جنيه قيمة دفعات شركة تقنية الفيديو بار يعني هي أرقام أنا عارف الأرقام دي بتبقى متعبة شوية ومزعيجة شوية للسادة المشاهدين بس مهمة برضو نعرف اتحاد الكرة بيشتغل ازاي وبيصرف ايه وبيعمل ايه اشتغل دايما دايما بيتقلنا اتحاد الكرة يعني ايه ما عندوش فلوس مديون طول الوقت اتحاد الكرة مديون لغم ان اتحاد الكرة في اي حتة في العالم لازم يكون مؤسسة رابحة رابحة جدا لازم بياخد فلوس من الاندية بياخد فلوس من رعا وبياخد فلوس من منتخبية يعني عندو مصادر داخل عديدة وكثيرة مفهول ما يبقاش بيخسر ده اعلم في جمعية عمومية هي اللي بتحاسب انا ما حاسبش لما الجمعية عمومية بقى تعترض نبقى نجي نتكلم ساعت بس لحين اكتمال النصاب القانوني وعقد الجمعية العمومية فالجمعية العمومية هي لها الحق فقط في محاسبة اتحاد القرى نهاردة يمحافل جدا للمحترفين المصريين يمحافل جدا تعال نروح لحصاد المحترفين المصريين اليوم احمد حسن كوكا بيسجل هدفين في فوز الانيا سبور بخماسية دون مقابل على حساب ترابزون سبور في الجولة السامنة عشر من الدوري التركي في المباراة شهدت مشاركة محمود حسن تريزيجي ايضا مع ترابزون سبور يعني نبارك لأحمد حسن كوكا لهدفين ونقول لتريزيجي هارد لك الخسارة الكبيرة بخماسية أحمد حسن كوكا في هذه المباراة لعيب 66 دقيقة سجل هدفين سدد كورتيني سددهم سجل منهم هدفين تمريلاته الصحيحة 16 من أصل 21 تمريل محمود حسن تريزيجي لعب المباراة بالكامل سدد كورتين صنع فرستين وتمريلاته الصحيحة 44 من 49 تمريل أحمد حجازي النهاردة كان الحدث في مباراة اتحاد جدة والشباب واحدة من قمم الدوري السعودي أحمد حجازي تسبب في راكلة جزاء سجل منها فريق الشباب أمام الاتحاد وسجل هدف التعادل لفريق الاتحاد يعني هو تسبب في ضرب الجزاء وسجل هدف التعادل مباراة لغياب طارق حمد لعب المباراة بالكامل سجل هدف سادة كورتين ده أحمد حجازي تدخلات الدفاعية الصحيحة 6 تمريلاته الصحيحة 49 من أصل 57 تمريل ده أحمد حجازي عامل أداء خرافي ورائع مع التحاد جد محترف آخر مميز رائع دائما مميز ورائع محمد النني سجل هدف الأول وصنع الثاني في فوز أرسنل على أكسفورد يونيتد في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي في المباراة اللي انتهت بفوز الجانرز بسلسية نظيفة أنني بدأ هذه المباراة أساسيا تعالوا نروح لأرقامه لعب المباراة بالكامل سجل هدف صنع هدف تمريراته الصحيحة 51 من أصل 56 وصنع فرصتين يعني أرقام رائعة رائعة لمحمد النني ميزة محمد النني إنه هو جاهز رائع مميز في أي وقت تلاقي محمد النني حتى لو قاعد عددك فترة في أي وقت بيشارك بيقدم مباراة كبيرة عشان كده أرسنل دائما متمسك بمحمد النني نهاردة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب ورياضة وافق على استقالة المهندس يحيال كومي رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي بعد اجتماع عقدة اليوم في مقر الوزارة وينتظر إرسال الاستقالة الرسمية غدا السلساء للموافقة عليها قبل تشكيل لجنة لجنة تسليم وتسلم لكافة الأمور والإجراءات الإدارية والمالية وقرونية المتعلقة بالنادي عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي أيضا الأستاذة نانسي القاضي النهاردة تقدمت باستقالة رسمية من إدارة نادي الإسماعيلي بعد كلام مبارح أنها كانت متمسكة بمنصبها في إدارة النادي الإسماعيلي والكلام كانت هي تقريبا الوحيدة لمتمسكة بهذا الأمر والمجلس بالكامل استقال النهاردة هي أعلنت بشكل رسمي أنها مستقيلة من المجلس قبل حتى اجتماع المهندس يحيى الكومي بوزير الشباب والرياضة معي عبر الهاتف الآن الأستاذة نانسي القاضي عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي المستقيلة مؤخرا أستاذة نانسي مساء الخير مشرفة ومنورة مساء الخير كريمة وسعيدة جدا موظمة وتحياتي لكل مشغلتنا كالكرام ده شرف ليا إيه بقى الكواليس ليه اتقال أن أنت مش هتستقي لي وليه النهاردة تفاجأنا جميعا أن أنت استقلت أنت أكثر الأعضاء يمكن كمان كان وضوحا عبر الجماهير أو أمام الجماهير بالاستقالة النهاردة على السوش يعني خليني في البداية أشكر أعضاء الجماعية العمانية وجمهور النادي الإسماعيلي العريق من أول لحظة فكرت فيها أول فتاة في تريف نادي الإسماعيلي بتحصل على أعلى الأصوات مستقلة تحت السنة فكانت حاجة كبيرة جدا بالنسبة لي حاولت أن أنا أستغل الفترة اللي فاتت وبالتأكيد بأعتذر لهم عن أي تقصير أنا يعني كان مني بشكل شخصي أو تقصير من مجلس إدارة نادي الإسماعيلي الفترة اللي فاتت في سنة وثلاث شهور كانوا فيه إنجازات بالنسبة لي بشكل شخصي يعني في العمل الإداري ولكن يعني في الأول وفي الآخر هي النقات تاج هي اللي بتحكم القرارات النتائج السلبية لالفترة اللي فاتت زي ما أنا قلت لك دي كانت بداية وبداية مشواري الإداري وفي نادي أنا بحبه بنت نادي الإسماعيلي سواء العالمية أو صحفية لمدة سنوات كبيرة تمسكت لغاية أي في الضحظ أن أنا عندي أمل أن نحن لقد نعمل حاجة والأمل على فترة لسه موجود أن خلال فترة الانتقارات الشتوية الجريلة تقدر اللجنة إن شاء الله تلحق المجل إسماعيلي مش مكان أبدا من المكان الذي هو فيه فإن شاء الله الفترة اللي جاي اللجنة الجديدة تكون قد مسئولية وأن كل الانتقام إليها تقدر إليها يعني ترجع لسعيلي المكان تطبيعية كان هدفي هو بس الإطلاق واليوم دخلت وانا حاسة أن أنا شوف النبي السعيلي تاني دفل المربع الزهبي زي ما قلت لك هو ده السبب أن أنا كنت لغاية مبارح والنهار ده على فكرة والقرار أخذت أغضب حاسة أن أنا كان نفسي أفضل وأفاعد النبي على الأرض ما أطر ولكن في الآخر قدر الله ما شاء فعال اللي خليك تتراجع في قرارك يعني ليه مبارح كنت رفض الاستقالة ولين نهار ده خذتي خذتي قرار الاستقالة لا أنا عاوز وعندي إحساس أن لازم نكون صامدين ونحن نحاول ونحن ندي النادي الإسماعيلي ونقدر ننقذ الوضع ولكن لما يكون رئيس النادي والنائب القرار وأنين الصندوق والمسؤولين أو أعضاء مجلس الإدارة فبتأكيد أنا بقالي فترة بقالي فترة حسنا أن أنا أتقدم بالتقنط ولكن عندي حماية أني عارف اللي هو أنت حاسس أن أنت خلاص كده كفاية بس في نفس الوقت لا أنت مش ضعيف أنت لازم تتكمل ولازم تتقف وتتسند بيتك اللي أنت حاولت أن أنت تدخل وتتطوع فيه وبالعكس يمكن أنا شغل الإعلامي تراجع وأنا كشغل إعلامي وطحفية الفترة اللي فاتت أفصان ونص تراجعت كثير جدا لأنني ركيفت في حتة أن أنا أدي في ملفاتي سواء كرة قدم نسائية سواء لجنة مرأة سواء كرة ياد نسائية الملف الإعلامي كمان نقدر نشتغل وتواصل مع نجوم وزملائي أن نحن نقدر إزاي نعيد أو نبرز الدول الإعلامي داخل للنادي الإسماعيلي ولكن كنا بنقابل طريق مزدود بوقود اللجان الإلكترونية على السوشال ميديا التي تقدر أنها تخرج سواء الجماهير أو في نفس الوقت بتهض استقرار الندي طيب نانسي أنت جيت النقطة مهمة جدا أنت كلمت معي دلوقتي عن لجان الإلكترونية كانت بتحاول تفضلي مقصدك بس بيقط تاني نانسي أنا أسألك على اللجان الإلكترونية بتحاول تعيق عمل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي هل في رأيك وانت خارج دلوقتي وانت واحدة منتمية لنادي الإسماعيلي هل إدارة النادي الإسماعيلي عملت ما ارد ارد شغلها بالشكل المسالي السليم الصحيح اللي يردي جماهير النادي الإسماعيلي عشان شاكل. ولا شايف انه كان فيه بصراحة يعني. ده تقصير. ده تقصير. بالفعل. بالفعل ده تقصير من النتائج. انا قلت لك انا في الاول انا قبل ما اكون مسؤولة داخل النادي الاسماعيلي فانا واحدة من جمهور النادي الاسماعيلي اللي مستعجلة وعاوز افرح وعاوز انا. يعني ده كله طموح عند مجلس الادارة ما فيش حد دافل يفشل يا كريم. كلنا داخلين نشتغل. كلنا داخلين متطوعين. عاوزين نعمل حاجة للنادي. ممكن انا سادوري كاعلامية. بالعكس. انا اختفيت وتراجعت. لاني عاوز اكتب اكتر في ملفات اخرى. ونبقرد ادخل النادي الاسماعيلي عشان نطلع منهم ابطال هوا ده دور الرياضة. صحيح. نادي الاسماعيلي الاضوية بتاعته 250 جنيه و300 جنيه. نادي الاسماعيلي العريق اضوية الاسماعية العمومية في عشان بعضه داخل النادي الاسماعيلي. مش بمئة الف ولا بمئتين الف ولا تلتمئة الف زي الانباية. لا بمئتين وخمسين جنيه. يبقى معاك عضوية برقم. يحقلك ان انت تنزل انتخابات وتحقلك ان انت ستدي صوتك. يعني تشارك. طب فينا الموارد الاقتصادية للنادي. احنا كلنا بنتكلم ترمونا. انا في حرف الترصيره. راجل. حد ان هو يساعد على قد ما يدى منجبه خاصة واق مقرد النادي او طرف مفظيف داخل النادي الاسماعيلي. لكن يعني نقدر نقول الموارد الاقتصادية استكتفى النادي الاسماعي. يعني احنا خدنا وعد سنين كثير ان احنا في نادي اجتماعي. وشوفناه نبنى. لكن احنا مستلمناهوش حتى الان. ليه? يعني يعني في بعض الحاجات ان شاء الله يتطور واللجنة هتستلموا. طيب. انا بكلمك على الحاجتين الاساسيين اللي هما هم ممكن جمع اللعيبة بقى والاستقرار الفني والاستقرار الايداني. طيب. ما هو لحظة واحدة. انا عايز عليك على حاجة مهمة جدا. في الاستقرار الفني اكثر ما يوزعي الجمهيل الاسماعيلي. مش بس جمهيل الاسماعيلي. كل المتابعين لكرة القدم ومتابعين نادي الاسماعيلي او محبيين لنادي الاسماعيلي. السؤال الابرز. لماذا رحل الكابتن حمزة الجمل بنهاية الموسم الماضي وهو يقدم مباريات جيدة وهو انقذ الاسماعيلي الموسم الماضي من مرحلة صعبة. لماذا رحل الكابتن حمزة الجمل وبعدها دخل الاسماعيلي مرة اخرى في مرحلة تغيير كثير للمدربين. وانتم معاكم مدرب مستقر وهو من أبناء النادي الإسماعيل كريم زي ما قلت لك في البداية لا أستطيع أعود أي فشل أنا يمكن لما تقال اسم كابتن حمزة أنا كان عندي تحفظ على أقول كابتن حمزة علشان هو كان بعيد عن الدور المصري سنين وأنا كنت صريحة معاه وهو الرجل العارف كده بالعكس وفي الأسر رحبنا به وهو كما خد الفرصة بتاعته وإن هو قدر إنه يثبت إنه هو مدرب قدير وصدير وكان فيه بعض إنه ممكن يتغير لا تمستكت إنه هو يكون موجود ومكمل علشان نتائج الإجابية الطموح موجود في كل إدارة الطموح إنه أنت دلوقتي ابن من أبناء النادي الإسماعيلي قدرت إنه أنت بتاعد النادي الإسماعيلي إنه هو يعدي ويبقى في مرحلة الأمان كان فيه طروح أكبر من تجيبه دير فني أجنبي كثير عشان أجاب كثيرة جدا منها يعني الطموح إنه يرجع تاني مربع ذهبي يبقى عنده فيه فترة تاني مع لجنة كرة وقود كابتن حسني عبد رابو في الوقت ده مع بعض الأشخاص اللي كانوا موجودين وكانوا عاودين فكرة وطموح أكبر أنا مش فنية ولكن دارية كنت بوافق جدا على قرار لجنة الكرة زي ما لجنة الكرة نطر لها قلت رأيها في كابتن نيتو أو غير أنا بالنسباني حضرتك بقالك ثلاثة أربعة سنين بعيد فأنا يعني مش عارف يعني أنا أنا عشان عشان الصوت رأح بس يا عزيزة ننسي بعد إذنك أنت بتقولي اللوقتي أن أنت تحفظ لي على تولي ميدو المهمة الفنية للنادي اللي اسماعي تحفظت على قرار كابتن نيتو وعلى فكرة قلت له فوشه وهو ما تقبل ده جدا ورد بثلاثة وعنده تحدي يعني أنا ده في الأول لكن بعد كده شفت منه تحدي وحماس وإصرار أنه عنده عزيما المعيبة ترجع معاه وبالعكس المضاربين اللي معاه كمان بعضهم أشادوا به يعني يتكلموني فأنا مش فنية ولكن إدارية يعني أنا بغفر للفنين بيقولوه ده المفروض ده الدورنا وبعدين أنا قلت لك يمكن دوري كتحت السن كنت واخد ملفاتي ولكن بشارت في القرارات أنا قلت لسه أسألك ما أنت أكيد لك صوت ولك جزء من القرارات التي أعصت صحيح بس مجلس إدارة مقفولة علينا في اجتماعات مجلس إدارة محبوظة شباب الرياضة تحفظي على إيه إيه الصوت مش واضح يعني لو في مكان تاني أفضل تي معاي آه أتفضل طيب مفيش حد من حيص المنطق كده عايز يفشل صح مؤكد بس برضو في ناس مش عايز تفشل بس كاراتها خاطئة كاراتها مش صحيحة كاراتها مش ذكية كاراتها مش آه مفيدة كاراتها انفعالية تحديدا تغيير المدربين لكل 3-4 مباريات في النادي الإسماعيلي ده هو اللي عمل كل المشاكل اللي فريق الكرة كل المشاكل طبعا طبعا مع غياب المستحقات أو تأخر المستحقات ده عمل أزمة عند اللعبين كثيرة بصراحة هي قصة لا قصة حمزة الجمل ولا قصة جريده ولا قصة ميده في الآخر ولا قصة أبدا مدير فني للنادي الإسماعيلي أي مدرب عايز تشتغل في الظروف صحية سليمة وده ما كانش بيحصل في الإسماعيلي مع كامل كامل لاحترام لكل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الأجواء مش سليمة ممكن يبقى عندهم دغوطات ممكن يبقى عندهم ظروف صعبة ممكن ما يبقاش عندهم موارد بس حتى الموارد ده كنت لسه هسأله ليه نانس القاضي يعوده مجلس الدارة الإسماعيلي المستقيلة إنه ده شغل مجلس الإدارة هو اللي شغلانته يخلق موارد يعمل موارد جديدة للنادي يحاول يجيب فلوس ويدخل فلوس للنادي عشان يقدر يصرف على فريق كورة تحديدا ده شغل الإدارة عموما إدارة استقالة ولها دائما ولها دائما كل الاحترام إدارة النادي الإسماعيلي وكل الأشخاص دائما نحترمهم على المستوى الشخصي ولكن على المستوى المهني من حقنا تماما أن ننتقد ونشير لكثير من الأخطاء اللي حصلت في الإسماعيلي الفترة المضية في انتظار لجنة جديدة للنادي الإسماعيلي تعلن غدا بعد الاستقالة الرسمية اللي هيقدمها مجلس دائما النادي الإسماعيلي إلى وزارة الشباب والرياضة نروح لأخبارنا أول أخبارنا النهاردة النادي الأهلي يحسم تعاقده مع لاعب وسط الاتحاد السكندري مروان عطية بعد أنها بعد ما أنهى كافة الاتفاقات مع نادي الاتحاد واللي كان بيعطل الصفقة خلال الأيام الماضية هو رفض السنائي عمار حمدي ومحمد محمود الخروج للأعارة ضمن صفقة مروان عطية لكن النادي الأهلي أقنعهما بالموافقة والاتنين خلاص هيبقوا موجودين في الاتحاد في صفقة مروان عطية اللي انتقل خلاص إلى النادي الأهلي مروان عطية هي موجود في النادي الأهلي غدا السلساء للقيام بجلسة التصوير والإعلان رسميا عن اندمامه إلى النادي الأهلي صفقة رابحة وناجحة للنادي الأهلي مروان عطية واحد من أفضل اللعب الوسط في الدوري المصري الممتاز في يوم الاعتزالات النهاردة يوم اعتزالات كتير يعني حزم إمامه جارس بالاعتزل وكمان هوجو لوريس اعتزل لعب دوري النهاردة يوم اعتزالات حزم إمام لعب نادي الزمالك زي الأيمن نادي الزمالك قرر رسميا اليوم اعتزال كرة القدم بعدما انتهى عقده مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الماضي تم توجيه الشكر لللاعب اللي ما نضمش لأي نادي طوال تاريخه سوى نادي الزمالك حزم إمام تم تكليفه بمنصب نائب رئيس قطاع النشئين بالزمالك خلال الفترة القادمة طبعا الفترة الماضية عفوا حزم إمام الفترة الماضية بتكلم على ما بعد نهاية الموسم ما لعبش في اي نادي خلال مسيرته او الحبة الصغيرين اللي فضلين دول او كم سنة او كم اسبوع اللي فضلين دول هو بس كان مرة على الاتحاد سكندري طبعا خلال مسيرته مع نادي الزمالك تحية لحزم إمام كان لعب جيد مع نادي الزمالك افاد نادي الزمالك افاد طبعا منتخب مصرح من لعبين الكبار وخيرا فعل نادي الزمالك بمنحه منصب في قطاع الناشئين في النادي بس بالمناسبة بالمناسبة والكلام مش على الزمالك على اي نادي كبير في مصر زمالك واهلي واسمعيلي ومصر اي نادي اي نادي حلو انك تكرم اللاعبين اللي ادو لك كتير اللي ادو لك واجتهد والسعو ولعب وحقاوه بطولات حلو جدا وشيء يستحق الاحترام والتحايا لنادي الزمالك او اي نادي بيعمل كده ولازم يعمل كده بالمناسبة بس بس واللوقتي حازن مام هيبقى ايه نائب رئيس قطاع الناشئين في نادي الزمالك حلو بس ده منصب كبير جدا ده المسؤول عن تخريج ناشئين ولعبين مميزين للزمالك واللكرة المصرية والمنتخبات المصرية وخلافه طيب يبقى محتاج ايه محتاج يتأهل محتاج كورسات محتاج تدريبات محتاج تفاصيل كثيرة جدا عشان يبقى مؤهل علميا لهذا المنصب فنيا هو لقى خبرات كبيرة طبعا طبعا بس مهم في المناصب لزي دي يبقى مؤهل علميا واعتقل ان الزمالك وهو بشكل فردي حتى هيشتغل على ده الفترة اللي جاية طيب لسه مع نادي الزمالك ونادي الحزم السعودي اتم اتفاقكم مع نادي الزمالك للحصول على خدمات يوسف اوباما خلال فترة الانتقالات الشتوية الانتقال هيكون على سبيل اعرى لمدة ستة اشهر بنية البيع في الانتقالات الصيفية القادمة نادي الزمالك من المنتظر ان يعلن عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات القليلة القادمة اوباما انت عارفين خارج حسابات جزالدو فريرة دائما وكان خروجه من نادي الزمالك خلال هذه الفترة خروج منطق نادي الزمالك كمان فتح الباب امام رحيل مهاجمه البنيني سامسون كينولا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية الجهاز الفني النادي الزمالك شايف انه مش مفيد لي الفريق مش مفيد في الفترة الحالية في زل عدم القناعة التامة بيه مستوى الفني وبصراحة بصراحة برضو من اللعيبة اللي مدتش امار انا معا برضو لاي بياخد فرصة كتير بس الديني امار الديني برضو ان انت ممكن يجي منك مش حاس مش حاس بس بس عشان الكلام يقوى واضح ممكن في الاخر زمانك ما يبعوش ما يتمش تسويقه يكمل ويتقلق لو خاد كتير ممكن الله هو قاعد حتى هذه اللحظة ما بينش امار نادي الزمالك بدأ تحرك فعلي من اجل التعاقد مع النيجيري جون ابوكا مهاجم نادي السرامية كلبترا خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة ومن جانبه طلب نادي السرامية كلبترا التعاقد مع سيف الدين الجزيري من اجل تقليل المقابل المادي المدفوع لضم المهاجم النيجيري ورفض ضم اي لاعب اخر من الزمالك هم مش عايزين سيرامية كلبترا مش عايزين غير سيف الدين الجزيري لو الزمالك عايز سامسون عفوا لو عايز الزمالك جون ابوكا محتاج يدفع 20 مليون جنيه ده العرض اللي قدمه نادي الزمالك ومعاه سيف الدين الجزيري هل بقى الزمالك هيوفق اده اظن اتصور ما اعطقتش ما اعطقتش عشان كمان سيف المهاجمين وبصراحة برضو اكتر يعني بصراحة انا برضو انا معايا مهاجم دولي انا بقولك على تاربيوزة مفاوضات طبعا الزمالك حرة وسيرامية حرة يفكر زي ما اعايز والنازل المالك يفكر زي ما اعايز بس انا لا أعيد على تاربيوزة مفاوضات هسيم مهاجم دولي واخد مهاجم مش دولي وادفع فلوس كمان وانا باخد المهاجم اللي مش دولي واسيب المهاجم الدولي اللي معايا يعني بالنسبة لي مش منطقي بس الله أعلم ممكن ترابيس المفاوضات بيبقى فيها تفاصيل كثيرة نادي الزمالك دخل أيضا في مفاوضات لضم مروان داود لاعب امبي زي الايصار امبي لكن هو عايز المفاوضات أو اتمام الصفقة يكون في نهاية الموسم الحالي في فترة الانتقالات الصيفية خاصة بعد تعديل الأمور وانتهاء أزمة أحمد فتوح في الساعات القليلة الماضية طبعا لو كانتش الأزمة خلصة بتاعة أحمد فتوح كان هيبقى الزمالك في حاجة مسة وسريعة لظاهير أيصر ولكن رغبة الزمالك زي ما تركم في ضم داود كانت بسبب فتوح وأنه ممكن في نهاية الموسم فتوح يفكر في عقد احتراف خارجي بحسب طلبه من إدارة النادي الزمالك فعشان كده عايزين يأمنوا الأمر بداود النهاردة حصلت حكاية غريبة غريبة جدا بدون مناسبة بدون مناسبة رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم طلع هاجم وبقوة الأسطورة زين الدين زيدان يا خبر في حد يعمل كده في حد يعمل كده طيب إيه بقى كواليس الحكاية دي عشان كان فيها ردود أفعال كثيرة جدا العالم النهاردة اتحرك كله كله انتقد وهاجم رئيس الاتحاد الفرنسي الأمر وصل إلى أن كليان إن بابيه نجم المنتخب الفرنسي نفسه يهاجم رئيس الاتحاد الفرنسي عشان هاجم أو هاجم الأسطورة زين الدين زيدان تعالوا نشوف كواليس كلها نويل لجارة رئيس الاتحاد الفرنسي خرج بتصريحات مسيرة حول المدرب الكبير الأسطورة زين الدين زيدان بعدما تم تجديد عقد دي دي شاء حتى عام 2026 ودي هفكروني لأولوك عليها حاجة مهمة جدا لما نخلص علق نويل على عدم تولي زيدان تدريب منتخب فرنسا قائلا أنا لا أبالي إذا تولى زيدان تدريب البرازيل أدعو الصحفيين لإقامة برنامج خاص لإيجاد فريق له هو صعبان عليه زيدان يعني أنه مش لها فريق أكيد زيدان عنده فرق كتير وأكد لكم أن زيدان ما كان ليرد على الهاتف إذا اتصلت به ليتولى قيادة المنتخب نكمل أصارت هذه التصريحات غضب فرنسا بشكل واضح حتى أن كليان إنبابي نجم منتخب فرنسا خرج ليرد على تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي كائلا بص الحلاوة بص الجمال زيدان هو فرنسا لا يجب أن نقلل من احترام الأسطورة بهذه الطريقة لعب المنتخب الفرنسي وهاجم رئيس الاتحاد الفرنسي بقوة لصالح زين الدين زيدان وعنده حق بعد ذلك خرجت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا لتنطق التصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي وتصفه بغير المسؤول قائلة هذه التعلاقات غير لائقة وبها كل تحترام كبيرة للمدرب وما حدث يؤلمنا جميعا تجاه أسطورة كرة القدم والرياضة الفرنسية لا يمكن أن يصرح أكبر رئيس منظومة قروية في فرنسا بمثل هذه التصريحات نعتذر منك يا زيدان يعني وزيرة الرياضة الفرنسية اعتذرت لزيدان بسبب تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي مش حد يقول كده والله مش حد يقول كده يعني على زين الدين زيدان وأخيرا انتفض نديه السابق ريال مدريد دفاعا عن لعبه ومدربه بعد تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي وقال ريال مدريد نرفض تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي عن واحد من رموز ريال مدريد وفرنسا انه بطل العالم مع منتخب بلاده كلاعب كما قادنا لكثير من الانجازات لذلك يجب الحديث عنه باحترام أكثر من ذلك بعد هذه الانتقادات تراجع نويل لجارة رئيس الاتحاد الفرنسي عن تصريحاته اتجاه زين الدين زيدان قائلا اعتذر عن تصريحاتي اتجاه زيدان والتي لا تعكس معتقداتي وتقديري الكبير له اعترف ان تصريحاتي كانت حمقاء وتسببت في سوق فهم واعتذر لزيدان عنها لانني احترمه واقدره كثيرا بص هو التصريحات بتاعت رئيس الاتحاد الفرنسي زي ما هو قال كده تصريحات حمقاء يعني ما ينفعش دي تقال و رد فعل ريال مدريد كان رد فعل رائع جدا رد فعل وزيرة الرياضة الفرنسية رائع جدا رد فعل كان ينبابيق مش طبيعي حلوة حلوة مش طبيعية بس في رأيي الاهم شجعت لاعتذار عند رئيس الاتحاد الفرنسي لقى الدنيا قامت عليه ما قالش انا مصمم وانا مش عارف ايه ومين زين الدين زيدان دهنا رئيس الاتحاد الفرنسي وقاعد يقول كلام ايه فيه ايه جو كده وفيه غرور ببساطة انا غلطان انا قلت كلام ما كانت شينفع قوله سهلة خلس الحوار خلس الحوار بالمناسبة بقى بالمناسبة الاتحاد الفرنسي يجدد تعاقد لديد شا حتى 2026 حتى 2026 يديد شا تعاقد مع المنتخب الفرنسي مع الاتحاد الفرنسي لتدريب المنتخب الفرنسي امتى 2012 يعني في 2026 هيبقى بقاله 14 سنة مع المنتخب الفرنسي علما ان المنتخب الفرنسي في بطولة كأس العالم 2022 كان المرشح الاول للفوز بهذه البطولة صح وخسر المباراة النهائية امام المنتخب المنتخب المحترم منتخب العمل يعني مباراة كبيرة المنتخب الارجنتيني بقيادة ليونيل ميسي ورغم كده ما قالكش لأ ازاي تشكيلة منتخب الفرنسي هي احسن تشكيلة في العالم وازاي يخسر المباراة النهائية هو بالنسبة لهم الوصول للمباراة النهائية يعني المدرب واللعبين عملوا اللي عليهم فنجدد له التعاقد صح؟ صح؟ احنا عندنا الوصول للمباراة النهائية فشل عنده يعني احنا احنا اكيد مش منتخب فرنسا احنا عندنا الوصول للمرحلة النهائية من تصفات الكأس العالم ده فشل فما نجددش للمدرب هم عندهم ايه؟ لا الاستقرار مهم ده مصن المرحلة زي دي فده واضح ان المنتخب كويس واضح ان المدرب كويس يديد الشام واحد من المدربين اللي كان عليهم انتقادات جامهرية كثيرة في اوقات سابقة وكلمت معي مع حضراتكم فكتر من مرة لعب كأس العالم 2014 خرج من دور التمانية لعب كأس اوروبا 2016 خرج في المباراة النهائية امام المنتخب البرتغالي في بطولة اقيمت في فرنسا يعني خسر البطولة على ما لعبه سبروا عليه سبروا عليه من 2012 ل2018 الرجل مش بينجح محققش بطولة ما عملش انجاز من 2012 ل 2018 يعني 6 سنين 6 سنين ما بينجحش سبروا عليه في 2018 خد كاس العالم في 2022 وصل نهائي كاس العالم بتدير وبتفكر وطبعا خد بالك ده في الوقت اللي ايه يا عم انتو عنوك زين الدينز داني يا عم يا راجل عارف انه زين اكيد رئيسة حد سيبك بقى من الخلافات والحاجات والتصريحات دي اكيد زين الدينز داني كان هيبقى مهم جدا لمنتخب الفرنسي اكيد بس هم ما بيحسبوهاش حزبة شخصية انسى الكلام ده سيبك من اللي بيحصل ده دي مناوشات ما بيحسبوها حزبة راجل ده مستقر معانا اشتغل علما لنا عندي كثير من التحفظات على دي شام تحديدا في استبعاده لكريم بن زيمة الفترات المضايوة التعامل مع بعض اللاعبين بس راجل في المجمل ناجح فيكمل حاجات نتعلم منها 14 سنة 2026 دي شام هيبقى 14 سنة مع المنتخب الفرنسي ببطولة كاس عالم في 2018 طيب بما ي skincare ويبقى اننا رحنا برة يعني بما اننا اتكلمنا عن برة يعني كتير تعرفين زي ما كنا نتكلم في كاس العالم في لعيبة كتيرة اللي بتحمل جنسيتين فادوا المنتخب المغربي فادوا المنتخب الغاني فادوا المنتخب السنغالي فادوا منتخبات كثيرة جدا ودينا بنبحث عن اللاعبين مصريين بيحملوا الجنسيتين للنستفيد منهم لعيبة بتلعب في أوروبا لعيبة مصريين بتلعب في أوروبا منناعافش عنهم حاجة نهاردة هيكون معايا الزميل عزيز وائل تركي صحفي متخصص في ملف اللاعبين المصريين المحترفين في الخارج بعد هذا الفاصل يا أعلم بحضراتكم مرة أخرى يشرفني ونعرني في هذه الفقرة الصديق العزيز الصحفي الرياضي وائل تركي واحد من أشتر الناس اللي بينقبوا على المواهب المصرية الموجودة في أوروبا وائل مشرف ومنور ربنا يا خليك أسي كريم ماشاء الله شغلك كل الناس عرفها في الكواليس يعني الحمد لله شغل عظيم يعني أنت ما شاء الله معك فريق أعداد محترم يا حبيب تسلمني أنا عايز ألك على حاجة مهمة في البداية فضل وهو سؤال يبدو سقضب شوية هل إحنا مقصرين تقصير كبير في هذا الأمر عشان كان اتحاد الكرة من فترة قريبة حتى قائمة بعدد كبير من اللاعبين اللي استدعاهم من أوروبا أوحات عينيهم أوحات عينية عليهم من أوروبا مصري موجودين في أوروبا من أصول لمصري هل إحنا مقصرين ولا الأمور مش بشكل سليم؟ والله من جاءت مقصرين مقصرين لأن كان لازم الموضوع يتم بطريقة منظمة أكتر من كده زي ما بنعمل معسكرات مفتوحة للعب المحليين وبننزل درجة تانية أو درجة تالتة أو كابتو محمود جابر نزل جاب لعب من الدرجة الرابعة كان لازم يتعامل بالتوازي معسكرات للعيبة اللي بره وياخدوا فرصة يعني زي ما بتعمل معسكر هنا حاضر فيه 30-40 لعب حيات اللي بره وديهم فرصة خليهم العوام مرشات مع بعض ونختار أفضل عناصر لكن إن أنا جيب لعب سد عالي مودي 8 أيام ده مش منطقي أبدا لعب اللي جاي اللي عارف لغة ولا متفاهم مع اللعيبة لسه بتعرف عليهم مش فاهم حاجة حتى أنت بتقوله وأنت ككوتش بتوجه المعلومة وبيقف مستغرب ما بتكلمش عربي إحنا أصلا لما بنجيب محترف في أي نادي في مصر بتستنى عليه عشر مباريات عشان تعرف تقيمه ووسمه مع نادي بيلعب كوتها تربعة أيام لك أنت تخيل بقى أن لعب ناشئ تجيبه تحطه في وسط مجموعة كلهم اصحاب مع بعض أهل وزمالك وإملي وعايزوا يخش يتأقلم معهم من أول يوم لمدة 8 أيام ده صعب جدا مش تحيل فعشان كده في ناس كتير جت وبالبلد كده دخلت المفرمة اللي هو زي ما جي زي ما راح زي مين يعني مش عايز حد أسمع عشان ما يزعلوش وفيه لعيبة جوم زي مثلا كاريكا ده لعيب هايل جدا بيلعف نادي بورجوس الأسباني بالمناسبة هو بيبقى ابن كابتن أحمد رجب نجم نادي الأهلي والإسماعيلي بما أنه هو نضم ودخلته السكواد بتاع ماتش غانا المحليين ده ماتش وماتش حرس الحدود ملعبش دقيقة واحدة في ماتشين أي أنت كيبت لاعب من برة وإنت بتتكفل طبعا بمصاريف لا الغالبية العوزمة كله تعالى على حسابك لا ما تهزرش بس دي معلومة أكيدة آه معلومة أكيدة وحصل فيها قبل كده مشاكل أزمة رامس حفظ الله لا أقول لي أزمة رامس حفظ الله أيام كابتن رابية ياسين رامس حفظ الله لعيب مصري أب مصري أم مغربية مولود في إنجلترا كان فيه كلام أنه هيجي منتخب مصر وفي نفس الوقت الجامعة المغربية كانوا عايزين يضموا للمنتخب المغرب التفاوض من هنا ومن هنا هنا من مصر تعالى معسكر على حسابك والنحية التانية وفد رسمي هاستنى في المطار والتكت التهيران رايح جاي على حسابنا والإقامة أو الإقامة وكل حاجة وبوكت ماني كمان أيوة عاصل إنت هنا إنت وكأنك بتتفاوض مع لاعب إنه ينضم النادي إحنا هنا اللعبة اللي هي بتحمل جنسيتين دول إنت ما بتقولوش شرف ليك إنك تلعب لمنتخب مصر هو طبعا شرف لي آه طبعا طبعا بس ما هو من ناحية تاني شايف إنه برضو شرف لي إنه برضو شرف لي إنه لعب لمنتخب البلد التقمي بالزبط ما هي بلد أمه بالزبط بالزبط في الحالتين إنت بقى بتحول إيه تقنعه إنه الشرف الأعلى أو الأكبر إنك تلعب لمنتخب مصر طبعا الشرف ده هيجي إزاي إنك تديله تسهيلات كمان بالزبط وده ما بيحصلش بالزبط وحصلت الأزمة بقى والخطاب ده اتنشر في كل حتة لأن نادي ميلوول نفسه اللي كان بيلعب له رمز في البداية هو هو اللي هو اللي رفض يعني مش اللاعب نفسه نادي ميلوول نفسه هو اللي رفض قال له أنت لعب بتلعب في ميلوول الإنجليزي ما ينفعش الصيغة دي جاب بالزبط تقريبا حوالي أربع خمس سطور لا موجود فيه المعسكر هيلعب فيه مع مين أو معسكر استعداد لإيه غير موضح فيه أي حاجة احنا عايزين اللاعب ده بس ينضم منه احنا عايزينه لمدة تمنة أيام وتيك التغيران على حسابه كمان فنادي رفض وانضم المنتخب المغرب بعد كده يعني فيه واحد صحب في صديقنا اسمه محمد كمال من الناس المجتهدة جدا فضل متواصل مع رامز لحد ما أقنع كابتل محمود جابر أنه هو يضمه وبالفعل انضم بقاه وحضر ثلاث معسكرات وجيه على حسابه؟ التفاصيل دي لا لسه بسيطين دلواتي بأمانة أنا كنت أسمع عندك بس أنا عارف المعلومة عندك تبقى مؤكدة أكتر مني أنا بسمع عندك والله هم عشان الولاد يحبين البلد قوي موحب بس ده ده تيك التيران يعني هم عشان حبين ده يعني هو قطر خيره النوافق موحبه ماشي بس أنا تيك التيران أتحمله عشان لاعب هيفين منتخبات مصر في المستقبل بتيك التيران ما هم من الموضوع محتاج بس دراسة شوية يعني محتاج نطلع فوق شوية اتحاد الكرة نفسه اه يعني الموضوع ياخد حجم أكبر شوية شوفنا المغرب شوفنا الجزائر شوفنا تونس بيستعينوا باللعبة ببرة بيقدموا الإضافة يعني شوف منتخب المغرب وصل فين رابع العالم صح وبجدارة صح طيب في لعب انت كنت تكلمني عنه قبل ما ندخل على الهواء اسمه زياد الشيوي زياد الشيوي احكيلي عن زياد الشيوي شوية ده واحد من أهم المواهب الموجودة في جيل الشباب موليد 2004 بيلعب بكشمال مركز عندنا نقص فيه اللعب ده يعني من أهم المواهب في الكرة النمساوية أهم شركة أهم شركة تسويق لعيبة في النمسا متعاقدة معاه من عمر 15 سنة مثل جميع منتخبات النمسا 15-16 وصولاً لحد منتخب 19 سنة لماذا منتخب الأول طبعاً لا لا ما وصلش منتخب أول أصغر لاعب بيشارك في تاريخ الدور النمساوي عمره 17 سنة و15 طريق الأول مع الفريق الأول مع أستيريا فيينا أصغر فيينا من الفريق الكبيرة أه طبعاً فريق ليه تاريخ كبير أول فترة الأخيرة بس سالس بورج هو اللي تلعي خاد منه الأضواء شوية لكن هو يعتبر أهم وأعرك فريق في النمسا وإلى الآن ربنا يشفي من الإصابة إن شاء الله ويرجع تاني عنده إصابة رباط صليبي أه رباط صليبي يعني زياد احتمال إن شاء الله الفترة الجي نشوف في ألمانيا بعد ما يرجع من إصابته إن شاء الله طيب نسأل زياد نفسه نسأل زياد معانا عبر سكايب الآن زياد شيوي لعب مصري محترف في الدوري النمساوي زياد مشرف ومنور أوكي هلو سويس عجل زياد بداية بنتشرف جدا بيك في برنامج رقم عشرة التلفزيون المصري وحبين بداية طبعا نتمن على إصابتك وموعد عودتك للملاعب إن شاء الله للأسف كانت إصابة قوية وتستلزم من الوقت لاستكمال الفترة العلاجية علي أن أنتظر فترة أطول وأعاد تأهيل نفسي بصفة بطيئة قليلا الإصابة كانت بالغة وكانت قوية طيب عايز سألك بقى عنك يعني نعرف الجماهير المصرية بدايتك يتمعمين زي ما أنا عرفت الوقت أن أنت لعبت ليه منتخبات النمسا ليه الناشئين تفاصيل مشوارك الصغير لسه في كرة القدم بدأت في البداية عن طريق شقيقي الأكبر هو الذي عرفني إلى عالم الرياضة كنت معه دائما مع شقيقي الأكبر وعن طريق شقيقي تعرفت على عالم كرة القدم كان ذلك في سنة الخامسة وهكذا بدأت في سنة المسا بصفة هواية مع الأصدقاء أخي الأكبر ومرت الأمور هكذا لعبت من الفرق في الفترة لحد ما وصلت للمرحلة العمرية لعبت المنتخبات أعمار سنية بلعبت في أندية صغيرة أندية درجة ثانية وهي أندية غير أندية درجة ثانية أندية غير معروفة لأسلبيب وحاليا ألعب في هذا النادي أيضا السنة الجاية عرفت أن أنت احتمال تروح لدوري الألماني مظبوط لا للأسف شديد هذه المعلومة غير صحيحة أتمنى زالج بالطبع ولكن هذه حتى الآن هذه المعلومات ليست لها أساس صحيح ولا توجد مفاوضات أو شيء من هذا القبيل أتمنى ذلك أنا أركز حاليا في الفترة الحالية على حالة الصحية وعلى التعافي من الإصابة التي تعرضت إليها هل تم التواصل معك في أي لحظة من اللحظات للانضمام لأحدى منتخبات مصر الوطنية للأسف شديد هذه الأمور من الصعوبة ما كان أن نقرر أو أن نتكلم فيها حاليا لأنني تقريبا منذ سنة أعاني من هذه الإصابة وبالتالي ما يهمني في الفترة الحالية هو تقديم أداء جيد وتنمية مهاراتي في مجال كرة القدم وليس التواصل مع عندي أو دول أخرى بغرض اللعب طيب في المستقبل هتكون حارب لو جات لك دعوة من المنتخب المصري لو جات لك دعوة للمنتخب المصري أنك تكون موجود مع منتخب مصري للشباب للأسف لا أستطيع أن أقيم أو أعطي معلومة دقيقة حين لو وصلني مثل هذه العروض عليه في البداية أن أفكر قليلا وأن أتماهل وأن أدرس الموضوع هنا هي موضوع كبير وموضوع الأسطيع أن أتخذ فيه قرار في الوقت الحالي ولكن حينما أتلقى دعوة من أحد الأندي المصري يمكنه لدراسة الأمر وفحصه ونرى لاحقا ماذا يمكن الفعله هل زرت مصر من قبل أو لم تزور مصر من قبل أنا وأسرتي سافرت إلى مصر مرات عديدة بالطبع مع أسرتي ويعجبني القو كثيرا وأنا من المهتمين بزيارة مصر كلما صنحت الفرصة لأنها الثقافة والحضارة التي أنتم إليها بصفة العالية هل تتابع نادي هل تتابع الدوري المصري لك نادي مفضل في الدوري المصري للأسف الشديد كنت أتمنى ذلك ولكني غير متابع لدوري المصري برغم رغباتي شديدة في فعل ذلك ولكن نظرا لانشغالاتي هنا فإني للأسف لا أتابع أي من الأندية المصرية ولكن أعرف كثيرا طبعا عن النادي الأهلي وأنه نادي القمة في مصر زياد الشيوي لعب مصري محترف فيها نفسنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة عبر سكايب ونتمنى طبعا بالتأكيد نشوفك في المستقبل مع منتخب مصر بشكرك شكرا جزيلا مرضيش قول على حتة بتاعت ألمانيا لا نفيها بس واشي كل لعب محترف ليه بقى في تصريحات بعرف بيها اللعب ده محترف ولا تصريحه أنه هو ما عندهش حاجة من ألمانيا دلوقتي عشان أكيد هو لسه ملتزم مع نادي تصريحه بأنه ما يقدرش يقول كلمة المنتخب مصر دي النقطة اللي كنا نسا بنتناقش فيها أنه قريدي بيروح لمنتخبات النمسا فلو قال أنا عايز ألعب لمصر وليسه بيلعب مع منتخبات النمسا ومصر مع ماتلوش دعوة ومنتخب مصر مع ماتلوش دعوة هيبع عنده مشكلة بالزبط فهو ذاكي جدا طبعا التحفز في الكلام ده جزء من الاحترافية وهم بتعلمه ده كويس أوه بره يعني أنا بلاقي ده موجود في شباب عمرهم 16 سنة و 15 سنة متحفزين جدا في كلامهم بره بيعلموهم يعني أنا كنت متواصل مع لعيب اسمه أمير صالح بلعب في أطريخت في النادي هناك بيعملوا لهم كورسات ازاي قدروا يتعاملوا مع الصحفيين والانترفيو تتكلم ازاي الكلام اللي صح تقوله والكلام اللي ما صحش تقوله بيوصلوا للمرحلة دي عندنا طبعا ما بيحصلش ده خالص طيب نهاردة كنت قريت تصريحات لفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغرب كان في المغرب بيسألوه على انه في كتير لعبين مغربة موجودين في أوروبا وممكن نستفيد منهم شو بها الكلام اللي احنا بنقوله ده اكتر كمان من اللهم بيستفيدوا منهم من اللهم اللي بيحملوا جنسيتين فهو قال مش هو في كتير بس احنا مش هنجيب إلا اللي يفيد المنتخب المغريبي اللي يبقى فعلا مفيد مش مجرد واحد بيلعب في أوروبا فنجيبه هل احنا عندنا عدد من اللاعبين اللي يصلحوا لللعب المنتخب مصر عدد كافي من اللاعبين ولا عدد قليل عشان برضو ممكن يبقى فيه كتير احنا بقى احنا جبنا قبل كده خمسين واحد بس خيبناهم هنا في الحلقة يعني جبنا اسم خمسين واحد بس ممكن خمسين دول ما يصلحش منهم غير اتنين تلاتة انا قبل كده لما كتبت عندي في البيتج عندي قلت ان مش كل اللاعبة اللي بتكلم عنهم يصلحوا المنتخب مصر حيل وانا املي فيهم في المستقبل ان يطلع منهم خمسة والله لو اتنين تلاتة يبقى حلوين كمان زيدان كان واحد بس صح فرق مع جيل بحلو صح وإلى الآن زيدان واحد من أفضل محترفين في تاريخ مصر صح فانا املي فيهم بس من المجموعة اللي عمرها من 2003 لحد 2005 اطلع بخمسة العيدة يبقى مكسب كبير وانا جاح باهر طبعا لو قلتلك شاولي على خمسة انت حاسس طبعا هو اللي هيقول للمدير الفني للمنتخبات بس شايف انت الخمسة دول مؤهلين في المستقبل وارد ان هم يبقوا نجوم للكرة المصر هو فيه على المستوى دلوقتي فيه مجموعة كويسة بس انا منتظر للمستقبل اكتر يعني اشوفهم السعاد وفريق اول يعني فيه لعيب السعاد فريق اول ونزل التاني ده مؤشر بيقلقني شوية فيه ان اللعيب اللي تساعد يعني زياد لما تساعد ما نزلش اللي عطروا الاصابة شايف فيه لعيب تساعد فريق اول وبعدين نزل بسبب الاصابة ومرجعش تاني وفيه لعيب تساعد فريق اول وملعبش خالص ولا ماتش ورجع فريق الشباب تاني فانا منتظر يعني السنة الجاية شعيتها قادر اقولك فيه عندنا تلاتة بالاسم اربعة بالاسم لكن دلوقتي مقدرش حدد لو قلت حد ممكن السنة الجاية يطلع لي واحد احسن منهم طلع يعني عمر عبد الميجيد فجأة 16 سنة اعلى من 16 سنة لعيب فريق اول مع هامبرغ في البونزليجا 2 طيب ممكن يبقى هو المؤسر جد نعم موليد 2005 فيه ملك بخيط موليد 2005 بيتساعد فريق اول طيب انت متفائل الفترة اللي جاية ان احنا نعرف نستدعي لعبين كتير يعني حاس انه حالة الفوآن والنهاردة انت موجود في البرنامج وابل كده اتكلمنا في هذا الامر كثير من البرامج تتحدث اتحاد الكورا نفسه بيتحرك حاس ان الامور هيبقى فيها انفراجة في سراء اللاعبين المصريين الموجودين في أوروبا ان شاء الله انا متفائل شوي متفائل ان شاء الله نتمنى زمين عزيز وقائل تورك انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الاضحات ودايما بإذن الله في الفترة اللي جاية تكون معنا بشكل متكرر نتكلم كتير عن مواهم مصرية موجودة في أوروبا شرفت جدا انا بشكرك شكرا جزيلا لسا بكملين مع حضراتكم بعد الفاصل هيكون معنا الكابتن كبير كابتن محمد ميكي المدرب العام بفريق حرس الحدود خليكم معنا يعلم بحضراتكم مرة اخرى واحد من الاسماء الكبيرة في جيل زهبي لحرس الحدود كان لاعب رائع جدا واسم كبير في الكرة المصرية الآن في الجهاز الفني لحرس الحدود مدربا عاما مع الكابتن أحمد أيوب الكابتن الكبير كابتن محمد ميكي كابتن محمد مشرف ومنور أهلا بيك طبعا يا كريم أنا بتشرف ان أنا بقى معاك ومصور دايما أنا بقى معاك طبعا ومع الناس الجميلة كلها لورا الكاميرا دي فأنا مصور جدا ان أنا معاك النهار دا دا شرف وحالو اللي انت جاي بمناسبة سعيدة لحرس الحدود آه الحمد لله انتصار كان مهم جدا على الإسماعيلي انتصار كان آه أنا قلت هنا في البرنامج انه كان عن كل استحقاق وجدارة كمان يعني ما كانش فوز بالصدفة وفوز بناء على أداء كبير عامل حراس الحدود في الموسم دا بصراحة طبعا بسم الله الرحمن الرحيم طبعا زي ما انت قلت آه احنا اللعابة مبارح آه قدت مطش أول مبارح قدت مطش كبير جدا قدام فرقة كبيرة زي الإسماعيلي آه موقف الفرقتين كان متشابه قبل المطش كابناط أو الكلام دا كله دا الفوز اللي بيسموه بست نقط آه بالضبط احنا عندنا يعني سلسلة المطشات اللي جاية بس انا بتكلم على مطش الإسماعيلي كنا خارجين من مطش المقاولين كنا يعني مقدين مطش كبير جدا ونتيجة كتفصى لحنا وقبل ومطش الجيش كنا كازباني 2-0 ودهنا طرب الجزاء وبعد كده مطش المقاولين كازباني 2-1 وبعد كده تخسر 3-2 لا 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 حزبحت عشانا كنت قوله قبل الفاصل قبل ما نخش على الهوى واقولها تاني آه انا مطشي طلعي على الجيش دا انا حطيت نفسي مكان الجهاز الفني لحرس الحدود آه بالضبط حرس الحدود الشوت الاول يخرج من الشوت دا 3-4 على الاقل فقلت خلاص المباراة خلصة كنت كازباني 2-0 2-0 ايلا حصل الشوت تاني آه زي ما قلتلك آه الكرة فيها كل حاجة وجدنا ضرب الجزاء كانت هي تقريبا تقريبا هي لكت غيرت المطش كل بكل بكل حسنا يا جماعة ما عليش مطش طلعي على الجيش واحنا منتكلم كده حرس حدود طلعي على الجيش آه يعني ضربة الجزاء هي كتنقطة فارقة في المباراة خلاص نتيجة 3-1 وخلاص المطش تقريبا يخلص آه لما ضيعنا ضربة الجزاء آه طبعا آه كان حصل احباط شوية للعابة داخل الملعب وطبعا ده ادى دفع لنادي الجيش وقدروا ان هما يجيبوا التعادل في آخر المطش يعني وبعد كده مطش المقاولين برضو قابلنا سوق توفيق كذبانين برضو كنا كذبانين برضو كنا كذبانين وخلاص المطش تقريبا بيخلص برضو خروا ضرب الجزاء با كده حطوا فاول في آخر المطش فكان بيقابلنا سوق توفيق بشكل كبير جدا الكابتن عيوب بيشتغل بيشتغل بشكل كويس جدا وبيذاكر على كل يعني بيذاكر في كل المطشات بشكل كويس ونحاول نشتغل مع اللعبة بشكل كويس في الملعب بره يجوى الملعب ونحفز بشكل كويس وكابتن عيوب بيتكلم على نقطة ضعف ونقطة قاوة في الفرق بشكل كويس لكن لكن انا برضو برضو بحظه للعبة بشكل كبير عندنا عندنا لعبة صغيرة كتير في السن عندنا لعبة يعني ما فيش خبرات بشكل كافي أكتر من أربع أو خمس لعبة في الملعب أول مرة يلعبوا دوره ممتاز طلعين معانا من السنة اللي فاتت طلعين معانا من السنة اللي فاتت لكن لكن تجارب كويسة ليهم وبيكتسبوا خبرات وإن شاء الله الفترات اللي جاية إن شاء الله يكتسب الخبرات بشكل كويس لأ في حاجة كمان أنتو كحرس الحدود وهو برضو مش الكواش رائع عند كثير من أندية الدولة المصري حرس الحدود معروف إنه هو منظومة محكمة بتفاصيل ببطجة معين ما عندوش الليل بطجة المفتوح ده اللي هو هات بقى بعشرات الملايين من الجناهات وإن كنت عارف إن حرس الحدود بيصرف برضو عشان الناس بتفتكل لما بقول كده إن حرس الحدود ما بيصرفش هو بيصرف بس الميزانية محددة فأنت برضو إنك تعرف تصد مع فرق كبيرة في الدولة بتعرف تصرف كثير فده شي رائع جدا بالضبط زي ما أنت قلت طبعا أنت معشرنا من سنين يعني من نايمة وحنا كنا بلعب كنت موجود معنا طول الوقت والتعارف المنظومة كلها يعني كلها مظبوطة في كل حاجة صح ما فيش الأصراف اللي هو متواجد بشكل كبير لكن كل اللعبة بتاخد حقوقها كل الأجهزة الفناية بتاخد قوية بشكل كويس ودي ميزة ودي ميزة دايما في نادي حرس الحدود طبعا ميزة كبيرة جدا أنا بكده كنت بعض مع رئيبا أسف للمقاطعة كان يقول لك أنه أنا لعب مع حرس الحدود حتى لو مش هاخد مرتب كبير زي اللي هاخده مثلا في نادي سين أو صاد بس على الأقل ضامن أنا هاخده بالضبط احنا زي الساعة رئيس مجلس الدارة ساتل وعمات راجل منضبط راجل عسكري بشكل كبير جدا راجل منضبط بشكل كبير جدا القصة دي مفهاش كلام ومن قبل كلكت نفس الحكاية لكن برضو ساتل وعمات داعم بشكل كبير جدا الفترات اللي فاتت وصبرت كبير جدا دا كل الاحترام وصبع إدارية رائعة جدا طبعا وصبرت كبير جدا جدا هو ومجلس الإدارة والناس المسؤولة عن الإداريات إذا كان ساتل لواء عمري خليل أو ساتل عميد علي السعداني أو ساتل مقدم عمر وسامح ماشي معنا بشكل كويس جدا يعني بيزللوا كل العقبات اللي موجودة قدامنا يعني بيحاولوا يفرغوا الكابتل لواء على قد ما يقدروا بمنسبة كلامك بمنسبة كلامك على الشكل الإداري في حرس الحدود كتير قوي كنت هنا أشيد بإدارة حرس الحدود إن هي تقريبا تقريبا يعني شبه الإدارة الوحيدة بعيدة طبعا الأهل وزمالك وإن كان يعني ممكن إن نخليها تتعامل يعني في نفس الكاتجرة بتاع الأهل وزمالك بتحافظ على الاستقرار الفني ممكن أي إدارة نتائج ما كيتش مساعداتكم من بداية الموسم بسناء الفوز الأخيرة على الإسماعيل بس النتائج مش مساعدة فممكن الإدارة تيجي تقول إيه والله لا معلش الجهاز الفني والصيغة اللي دايما بتتقال عنده سوق توفيق نسميها كده عنده سوق توفيق مش هما مش كويسين وكان صيغة وسلاموا عليكم يا جماعة وهنجيب جهاز فني جديد رغم كده ثقة في الجهاز الفني ودعم للجهاز الفني إنه كنت يوصلوا للمرحلة دي ده ميزة وميزة مهمة ويعني ناس عندها رؤية بشكل كويس وشكل كبير وده نفس الموقف ده حصل معايا الموسم اللي فات ساعة وكنت أنا المسؤول كنت أنا المدينة بالفرقة وإنت اللي صعد بالفرقة بالضبط في الدرجة التانية كان ساعة اللي هو عمد برضو كان موجود وكان حصل شوية اهتزاز في النتائج الراجل قال أنا مش هغير الراجل ده اللي هيكمل وراجل ده اللي هيسعب بالفرقة فده كان فارق جدا معي أنا شخصيا واللعيبة خلاص أيقانة إذا أنت خلاص راجل أنت يعد ومكمل فخلاص لازم هيقاتل على حلمه فنفس اللي حصل بالعكس الناس بتدعم الكابتن عيوك بشكل كبير جدا الفترات اللي فاتت وعارفين إن إحنا الجدوة اللي بتاعنا لو أنتك الجدوة بتاعنا الجدوة صعبة جدا صعبة جدا طبعا دلتين المباريات في منتهى الصعوبة في منتهى الصعوبة أنت في أول خمس مطشاط ملاعب في يوتشر وبرامد واسموحة وصاركو مطشاط وزمالك مطشاط في منتهى منتهى الصعوبة وبرغم ذلك سير كل المباريات فنيا مش ركبة مع النتيجة خالص بالعكس إحنا الولاد بيقضوا اللعبة بتقدي مطشاط بشكل كويس جدا كلهم بيقتلوا كلهم بيطلعوا أقصى ما عندهم بفاكر برضو ليكم مباراة من مباراة الان فرقتال حرس يحبون مباراة في يوتشر في يوتشر ماشين كويس أو فيه بالظبط لحد دقاءة 76 النتيجة 0-0 وأنت إكوال إكوال ند كبير جدا ما بينك وما بين وبين في يوتشر فرقة كبيرة الكابتن عالي مار عمل عمل نتائج وعمل أداء فرقة مركز تاني في الدولة درواز بسبب عز مالك ولا أروع يعني في النتائج كنا ند وند شارس كمان معه لحد آخر المطش وزي ما أقولك في الآخر هي بتبقى تفاصيل تفاصيل صغارة جدا وتفاصيل بسيطة علشان اللعيبة لسه ما اكتسبتش الخبر الكافية في الدور الممتاز أنا عايز أقولك فيه محمد فوزي يعني عايز أقولك خمس أو ست لعيبة بيبقوا متواجدين في الحداشر في الملعب طلعين معنا من درجة تانية لأول مرة يلعبوا داره ممتاز لأول مرة يدخلوا أستاذ القهارة لعبوا في أستاذ القهارة موضوع صعب صعب واللعب في المستوى ده صعب اللعب في المستوى ده مهما كان كان القدراتك محتاج محتاج وقت أنك تاخد وقت والراجل اللي كان تريب شغال بشكل كويس بيحاول يحفظ على قد ما بيقدر بيحاول بيحاول يتكلم مع اللعيبة في كل التفاصيل في كل تجاربه اللي فاتت فبنحاول نوصل اللعيبة لأبعد لأبعد نقطة من التركيز لكن في الآخر برضو في الآخر أنت أو أد بتتصدم في فرقات فردية طبعا في فرقات وفي قدرات وخبرات وفي قدرات بيبقى فيه تفاصيل بسيطة اللعيب بيقدر يعدي بها المطش وإزا حتى كنت بقولك قبل الهوى في تفاصيل أنت ممكن تعد المطش لصالحك وممكن تعد المطش بالتعادل والدليل مباراة تطلعي على الجيش أنت لو عندك عدد كبير من الخبرات في الملعب بعد فوز 2-0 وانت مسيطر على المباراة وتتقدر تحبز أكثر من كلاب ويجي لك ضرب الجزاء مطش المقولين نفس الفكرة لكن هي احنا شغالين ونشتغل كل يوم ونحاول المحفز وكابتن أيوب كل يوم يعني نذكر الفرق المنافسين اللي احنا بلعبهم بشكل كويس بس نقدر نستغل أي صغرة في المطش اللي احنا بلعبهم لسا كمينينا هذا الحوار الممتع مع الكابتن الكبير كابتن محمد ميكي المدارب العام لفريق حرس الحدود بعد هذا الفاصل نواصل إن شاء الله سأعلم بحضراتكم مرة أخر لسا مشارفة منوارني كابتن الكبير كابتن محمد ميكي المدارب العام بفريق حرس الحدود في الفاصل فيها سألة كده الموزيان بحبش يسألها على الهواء عشان بتبقاش محرجة ودمها تقيل للضيف يعني فقلت أسألها له في الفاصل بيني وبين وقال طول انت راجل مدير فني وصعد بحرس الحدود من دور الدرجة التانية وعمل إنجاز عظيم جدا انك تساعدهم بالدور الممتاز بتتدايق ساعات انك تبقى مدرب عام في الفرقة اللي انت عملت معاها نجاحات الموسم الماضي ولا لأ قلت طول انا عايزك تقولي الإجابة برا الهواء عشان ما تبقاش الكصة محرجة يعني فقال لي إجابة حلوة أوه بصراحة فقلت طول هسألك السؤال على الهواء الإجابة كيت ايه لا يعني لو هتصدقني ما كنتش اشتغلت لو متدايق ما كنتش عملت التجربة خالص لو في أي حاجة حتى لو حاجة بسيطة جدا جدا داخليا مش مريحاني ما كنتش اشتغل أشتغلت دائما الموديل الفني دوت لما يبقى مدرب عام بيتدايق بقى وممكن يعمل مشكلة في الفرقة ويعمل أزمة ويبقاش فيه توفق بينه وبين الموديل الفني الجديد وانت عارف الكلمة لا هو أولا أنا بيربطني علاقة بالكابتن أحمد أيوب أولا أنا كنت زمين ملعب معاه وكشرفت أنه هو كان كان كابتن فرقة وأنا موجود في الملعب فزاملته وكالعيب وهو إنسان قم في الأخلاق ومهزب جدا ميكي تكمل مع كابتن أيوب ما كانش فيه أي اعتراض خالص وكان فيه تواصل كمان بينه وبينه قبل ما ما هو على القيادة الفنية للجهاز وانا داخليا زي ما قلت لك والله بكل رضا لو متداير والله ما أشتغل خالص لأن أنا عادي مرتاح جدا هو الراجل برضو علشان أكون سابق وامين أعطيني وضع بشكل كويس أعطيني صلاحيات بشكل كويس في الآخر طبعا لكن في الآخر القرار الأول والأخير اللي هو ده ده مفوش مفوش فصال مفوش كلام لكن الراجل يعطيني الحمد لله يعطيني بيديني شغل في شكل كويس بياخد برأيه في حاجات كتير بنتكلم على طول في الفرقة وفي أحوال الفرقة فالموضوع دوت بالنسبة لي مش مسبب لي أي حاجة خالص بالعكس أنا أكتر حد وبقولك من قلبي والله من أكتر حد أنا عايز الكابتن أيوب ينجح ودعم لي بشكل كويس جدا وبحاول على قد مقدر أن أنا ألملم حاجات وأشتغل في حاجات حتى ممكن يعني مع اللعيبة دخل أو الطليبس الكلام ده كله لأن أنا من أكتر الناس اللي عايز تنجح لأنه هو نجاح الكابتن أيوب ده نجح لنا كلنا حيال لما الكابتن هو بيكبر أنا هكبر أنا في دماغي فكرة أنا في دماغي فكرة كله يعني برضو أنا حابب أن أقول ده معك يعني كله يقول لك إيه ميكي ممكن مستني عشان يحصل حاجة فميكي يمسك داخليا أنا عايز أمسك بس عايز أمسك والفرقة كويسة هو لا مسكها والفرقة مش كويسة يعني ليه الفرقة ما ترتحش أنا عندي طموح أن أنا أبقى مدير فني طبعا ده طبيعي ولو قلت لك حاجة لا بقول لك ده بالعكس أنت كمان عفوا يعني تبقى ضعيف كمان أنا مستثل من فكرة المدارب أنا عايز أفضل ترامل المدارب ولما كلفت لما كابتن حليم كان حصل حاجة وهو اعتذر عن يكمل الفرقة عن يكمل المشوار السنين فات بعد 4-5 مطشات وأنا كلفت أن أنا أبقى موجود في الفرقة الحمد لله وقدرت أصعب الفرقة قبل نهاية الدورة 4-5 مطشات فأنا أنا أنا بقول أن أنا تبليه أنا بفكر كده ممكن أكون تفكيري غلط ليه كابتن أيوب مثلاً في المركز السادس ويقول له عرضة أحسن ويمشي ويسيب لي الفرقة في المركز السادس وأنا أشتغل 10-15 مطش 7 مطشات وأنا مستريح كلام عظيم يعني ليه أخدها مع أقربة يعني ليه أخدها مع أداء يعني هتعرب علينا كمان بالضبط أنا أتكلم حتى لمحدود التفكير صح رابع عليك يعني ليه ما أخدهاش حلوة تعالي الاحترام يعني مش هقولك أن أنا مش لأ عايز عن بل فني واتموح عبوا عن بل فني طيب ومعديش مشكلة لكن... pytanie ليه ما أخدهاش ? حلوة صح بس ايه بي أحكيت في مسطفا زيكو ما هو ايه بها حلوة تطرق الحص الحدود أو تطرق حص الحدود الموسم دوت واستفدنا به به كمان مع ممتخب مصر وانضمام لمنتخب مصر ما هو ايه تعالى حكيته هم بكونوا مصطفا زيكو معهنا من 3 سنين مصطفى زيكو كان بيلعب في جمهورية شبين كان الكابتن حليم وانا مسكين الفرقة شفناه كان بيلعب في مجموعة القاهرة لفت مظهرنا طبعاً لو كان تقريباً نجم الفرقة في التوقيت ده في شبين فكلمنا مع مجلس دارة النادي فاشتروه بمبلغ معقول يعني مناسب بالنسبة لقدرات النادي لعب معنا أول سنة اللي هي بتاع اللوع احنا كنا احنا وفارقه صعد فارقه صعد بفر الأهداف وكان معنا تاني سنة اللي هي السنة اللي فات وكان هو حتى جاب لي جوني الصعود الحمد لله في آخر في آخر الدور يعني في مطش اللومبي هو لعب كواس جداً وعنده قدرات كواسة جداً وكنا متنبئين كلنا لستايله في اللعب لشكله في اللعب لشخصيته وده مهم حط تحت شخصيته دي خطوط كتير جداً لأن اللعب مهم جداً لابعنده شخصية هو عنده شخصية شخصية قوية أو شخصية كويية كانت متفاجأة بالنسبة لك أنه ينضم المنتخب مصر؟ متفاجئتش؟ متفاجئتش كنت متوقع أنه ممكن يخش؟ كنت متوقع ممكن مش بالسرعة دي لازم أكون دقيق برضو صح أو صادق معك مش بالسرعة دي كنت متوقع أنه يبقى عليه كلام كنت متوقع أنه ممكن بعد دور بعد مثلاً دوره شوية يبقى مرشح لمنتخب مصر مش بعد ثلاثة أو أربع مطشاط كانت بسرعة منحظه أن كان لسه القوام بممكن رجل مدير فن جديد كل الكلام ده كله ده منحظه لكن هو يستاهل أنه يبقى متواجد في المنتخب مصر مصطفى زيكو هيكمل مع حرس الحدود الموسم ولا تتوقع أنه ممكن يتحرك في يناير والله هو في عروض لكن أنا لو ما عنديش معلومة دقيقة دي معلومة إدارة أنا فاهم الكلام ده بيرجع لمجلس الإدارة طبعا مع التشاور مع كاتل الميو عش كاساتك تتوقع هيكمل معاك لنهاية الموسم ولا أم تتوقع كل حاجة بالنسبة لنا كل حاجة في القرى وردة بالنسبة لنا كل حاجة في القرى وردة وأظن أن فيه كمان أربع أو خمس لعيبة أنا متأكد إن شاء الله أن على آخر الموسم هيظهروا بشكل كويس جدا في الفرق لعبة أمارة صغيرة أنا عايز أقول لك أن فيه لعبة من 96 و97 و98 و2001 بيلعبوا معنا أساسيين في الفرقة كابتن أيوب ادام فرصة بشكل كويس هم آه لعجوا معايا الموسم اللي فات لكن طبعا برضو اللعبة في الدرجة دي غير اللعبة في الدرجة وهو عرض أهل وزمالك ولا عرض من برا؟ يعني أهل وزمالك أظن من بعيد يعني مش حاجة رسمة لكن أظن أن فيه نادي أو اتنين أظن نتكلم بشكل رسمي مع مجلس النظارة أظن يعني بس يوجد أهل وزمالك لا يوجد أهل وزمالك من بعيد المعلومة اللي عندي لا عشان برضه أكون أكثر ضغطة يعني للمعلومة اللي عندي لا لكن فيه ممكن جسم تناد ممكن تلاقي برامج يخش يعرض رسمي فيوتشر ممكن يعرض رسمي لكن ممكن من وكلا ممكن من كده الناس بتجي الصناب لكن فيه جاي العروض أجاي العروض القدرة هتبس في الموضوع طبعا مع الكابتن أيوب احتياجنا إيه للموضوع للفترة اللي جاية وطبعا في الآخر القرار يبقى مجسد طب آخر حاجة أنتوا في يناير هتضموا لعبين جدد إحنا أورودي ضمينا إحنا جبنا أحمد علي أحمد علي كان معي كابتن أيوب كبير طبعا جبنا إسلام جمال من فارقو لعب كويس جدا جبنا لعب أفريق اسمه كوكو وفيه اتنين أفارقا اسمهم صعب على لساني لسا محفظتهمش عشان لسا جايين عشان لسا جايين أنت كنت محتاج خبرات في الفترة بالضبط أوت بنتكلم مع حارس مرمى مش عايز أقولي الإسم دلوقتي علشان مش عارف خلص رسمي ولا لأ حارس مرمى برضو كبير ليه إسمه يعني ليه إسمه طبعا لكن أنا عشان مش عارف خلص أكيد ولا لأ فمش عارفة مش عارف أقول أول لا لأ لأ حسن مونجد دي يكون مش مناسب ليه هو فبنحاول ندعم الفترة اللي جاية دي بربع خمس صفقات يقدروا يكملوا معنا إن شاء الله مش عارفة الفترة اللي جاية كابتر محمد انتشرفت ونورت أتمنى لك يا رب بكل التوفيق مع حرس الحدود أنت وجاز الفني كابتر أحمد أيوب مشيتوا بشكل محترم الفترة مضية سوق التوفيق وقف معاكم شوية فوز كان مهم مع الإسماعيلي فوقكم شوية في جدول الترتيب أتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق الفترة أنا طبعاً لبشكرك وبتمنى كنت ضيف خفيف كده وبشكر كل الناس اللي وركمة اللي سهرناهم النهاردة دايماً خفيف وبقى أصد دايماً أن أبقى معك شكراً شكراً ده كان ختام حلقتنا النهاردة من رقم 10 يا رب تكونوا استمتعتوا معنا أشوفكم يا رب على القلق